من الزمالك بقى تعالوا نروح سريعا كمان إلى القلعة الحمراء وتحديدا مع الفريق الأهلي اللي بيواصل هو كمان الانتصارات بعد الفوز على الإسماعيلي بهدفين في الدوري في المباراة اللي قيمت بينهم يوم الأربع اللي فات ويمكن النهاردة الفريق هيختتم تدريباته استعداد ده للمباراته أمام الجونة غدا يوم السبت والمباراة دي ضمن منافسات الجودة الواحد وعشرين من عمر المسابقة المحلية من أجل أكيد موسط الانتصارات بعد الفوز على الإسماعيلي يوم الأربع الماضي بهدفين مقابل هدف ووصل الأهلي للنقطة الأربعة وعشرين والفريق بيحتلم مركز الحداشر بجدول الدوري المصري مارسل كولر بيتابع مقاطع فيديو كده لفريق الجونة للوقوف على طريقة لعب الجونة تحت قيادة كابتن علي عبد العال وكمان يقدر أنه يتابع اسلوبهم في نقل الكرات واختراك صفوف الخصم وطريقتهم طبعا في وضعية الدفاع من أجل تحقيق الفوز على الجونة والتفايد دي كمان فقدان أي نقاط بعد التعادل مع الفريق الساحلي في ممارات الدور الأول يمكن كمان خلال الساعات اللي فاتت اجتمع مستر كولر كده مع الدكتور أحمد جاب الله الطبيب للفريق للإطلاع أكيد على موقف كل اللعيبة اللي تعرضوا للإصابة في إطار التحديل لممارات الجونة القادمة في الدوري وفي ظل رغبته في معرفة موقفهم من اللحاق بالممارات القادمة في الدوري حيث بيتطلع لتجهيزهم فنيا وبدنيا قبل خود نهاء دوري أبطال أفريقيا تعرض أكتر من لعب للإصابة في الفترة الماضية واللاعبين دولهم أحمد عبدالقادر محمود كهربا وقبلهم كان مصاب برضو الشناوي حمزة علاء وأكيد هو بيرغى في معرفة الحياة الطبية للرباعي المصاب بمضة غيابه معان الفريق الأحمر ومدى اللحاق بالأهلي قبل نهاية إفريقيا أما هيستمروا غياب طبعا بعض اللاعبين يعني هو بيحاول يعرف كده الأمور اللي هتم بالنسبة لللاعبين المصابين كمان من ضمن الأخبار الإجابية للجهاز الفني للأهلي هو انتظام محمد أل شناوي حارس مرمى الفريق في تدريبات فريق الجماعية بعد الانتهاء من مباراة الجونة بعد ما تعرض طبعا اللاعب للإصابة بالجهاد في عضلة أل سمانة في مرام فريق يوم الاثنين الماضي وغيب الشناوي يعاني مشاركة مع الأهلي في مباراة الإسماعيلي أمس بسبب تلك الإصابة على أن يحصل على راحة وينتظم في تدريبات الجماعية بدءا من يوم الأحد المقبل ويمكن كمان الأشياء اللي خضع لها محمد الشناوي قائد الفريق أثبتت كده معاناته من إجهات في عضلة السمانة بعد ما اشتكم من الإصابة خلال مرام يوم الاثنين الماضي ولم يستكمل المرام ولكن الشناوي بدأ في التعافي خلاصه من يوم الحد المقبل سيكون في تدريبات الجماعية للأهلي استعدادا للمباريات المقبلة للفريق كمان في إطار الحفاظ على تركيز لعابي الأهلي وإبعادهم عن أي تشطط قرر كابتا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تأجيل فتح ملف تجديد عقد النجوم الفري في الفترة الحالية لحين الانتهاء من خود نهائي دوري أبطال أفريق قدد التراجي التونسي في المبارتين اللي هيقاموا يومي 18 و 25 مايو الجاني خوفا من تشتيج تركيز أي لعب وإنشغال طبعا اللاعبين بالتفكير في ملف التجديد وده أكيد هيأثر على تحضيرهم الذيني قبل خود النهائي الأفريقي يوجد عدد من اللاعبين طبعا قربت كده عقدهم من الانتهاء وفترغب الإدارة في تمديد عقدهم لخلق حالة من الاستقرار الفني والإداري داخل غرفة الملابس في الفريق الأحمد وأبرزهم طبعا محمد الشنابي محمد هاني علي معلول محمد عبد المنعم أحمد عبد القادر طهر محمد طهر وأكيد الجميع لديهم رغبة في البقاء بالقلعة الحمراء هم ينتظروا أكيد حسم الملف والاتفاء على الشيوط المالية الخاصة بهم